كيف حلقة ما اصدقائهم تابعي قناة استسمى العقلك رح نحكي عن التصحيح المتوقع بالنسبة للبيتكوين وين ممكن يستهدف وشو اهدفنا للشهر القادم كل هذا رح رح حاول تجاوب عليه بالفيديو زي اول مرة بتشوفني متمنى منك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد ايضا تترك تعليق ممكن تكون احد الرابحين مسابقاتنا اليومي خلينا نتقل التفاصيل اولا اصدقاء بما نبدأ بالفيديو حي بخبركم الصفقة يلي نزلنا نكونيها عمجموعة التليجرام الحمد لله عملة الماسك حقانا فيها ربح 5% صفقة شورت كانت كان ستو بلوزنا اقفال شمعة ساعة اعلى مناطق الـ 4 دولار و 20 سنت الحمد لله الصفقة ما ضربت ستو بلوز حقانا منها ربح تقدر تنضم لقناة تليجرام صديقي حتى يوصلك اخر الاخبار و اخر الصفقات يلي بدخلانا بالعودة الى البيتكوين اصدقاء نشرنا هالصورة هي على التليجرام كسر هالتريند هذا قد يفتح امامنا باب التصحيح ممكن نشوف حركة تلاعب في هالمنطقة بعدها اكمال الهبوط لهدفنا بالتصحيح يلي راح يكون 16600 ممكن يكون في صعود لا تصفية صفقات الشورت لكن مستهدف الهبوط من موجة التصحيح حالية هي منطقة 16600 لل 16650 انا واضع أوردر على 16650 بهدف المضاربة اذا اصدقاء الهدف من التصحيح هو استهداف المستطيل الاحمر اي هبوط اسفل المستطيل الاحمر ممكن نعيد اختبار التريند يلي كسرناه الاس بي 500 اصدقاء شفنا اغلاق شمعة اليوم شمعة سلبية ممكن يصير في عنا تصحيح بالاس بي 500 ايضا الاس بي 500 وصل لمستهدفنا بالصعود يلي وضعينا بهالقناة هاي القناة هاي يلي صالنا نحن عملت داول فيها تقريبا من سنة ونص اذا الاس بي 500 وصل لمنطقة مهمة جدا لازم نركز عليها لانه بداية تصحيح بالاس بي 500 يعني بداية تصحيح بالبيتكوين لانه في الغالب الحركة متشابهة جدا ايضا مبارح لما شفنا اخبار الفيدرالي شفنا شمعة طويلة بالاس بي 500 واليوم شمعة التصحيح هاي نفس الشمعة يلي موجودة بالبيتكوين اذا المناطق الي بتوقع ان يستهدفها مناطق تقريبا لتلتالاف وتسعمية وعشرين بهالمنطقة هاي مبدئيا ممكن نشوف تصحيح للاس بي 500 يعني التصحيح على البيتكوين ممكن يتراوح من مناطق 16600 لل 16450 يعني نهاية المستطيل يلي تحت يلي رح يتوافق مع الترند اذا انا ما زلت متفائل اصدقاء بضرب المقاومة الشهرية عندنا على ال 18500 تعتبر مقاومة شهرية ما زلت انا متفائل انه بهالشهر هذا رح نضرب مناطق 18500 طالما احنا محافظين على القاعي يلي ضربنا طالما احنا اعلى مناطق 15500 هدفنا في الصعود ان شاء الله مناطق 18500 قبل اي هبوط متوقع مع العلم اصدقاء ما زالت النظرة سلبية ما زلت انا متوقع الهبوط لكن قبل الهبوط ممكن عنا مستهدفات لازم البيتكوين يطلع على مناطق ال 14500 لجمع السيولة قبل اي هبوط متوقع بسوق العملات الرقمية طبعا هاي كلها اصدقاء بتكون احتمالات اذا منشوف على اخر موجه صارت عنا عندنا النسبة الزهبية اللي وصل البيتكوين 0.61 تعتبر نسبة مثالية بعدها ممكن يبدأ التصحيح ايضا اذا منشوف على فريم الاسبوع اصدقاء منشوف انه البيتكوين في عنده احتمالية كبيرة يزور خط المنتصف بالنسبة للبولنجر بالنسبة لخطوط البولنجر عنا خطين هدول وعنا خط بنصف المسافة بيناتهم بالغالب البيتكوين دائما لما يصير في هبوط قوي بالغالب بمين لحتى يختبر خط المنتصف خط المنتصف حاليا عند مناطق 18500 بالغالب هذا هو الهدف البيتكوين على فريم الاسبوع ما ننسى اصدقاء لحنا بعد 14 يوم عنا موعد مهم جدا الموعد هذا هو اعلان نسبة الفائدة وبحسب الفيدرال اليوم امس رح تكون النسبة الارتفاع منخفضة عن الفترات الماضية وطيرة رفع الفائدة رح تنخفض وهذا امر جيد للأسواق خلينا نتقل على الفيديو الماضي حتى نعلن اسم الرابح ان شاء الله هذا هو الفيديو اللي عملنا يوم امس اصدقاء رح ناخد رابط الفيديو نتوجه لموقعنا نحط رابط الفيديو هنا ونشوف نشيل التعليقات المتكررة بعدها نشوف كم تعليق عنا على الفيديو عنا تقريبا 166 تعليق رح نسبت الشاشين قول بسم الله ونبدأ سحب هذا هو اسم الرابح طريق الهداية بتمنى يتواصل معي حتى يستلم جاستو الى اللقاء اشتركوا في القناة